اشتركوا في القناة ويعني تقدر راح تستفيدوا منها جدا مثلا كتاب على الصور او يعني تعديل النصوص بخطوط جميلة جدا يعني الموقع يعني يضم اكتر يعني لا اكدب اتقذ اكتر من مليون خط خط متنوع فيهم الخط يعني السيمبل خطوط عادية خطوط يعني رومانتيك يعني خطوط غرافيتي هناك مجموعة من الخطوط التي تستطيعون حمل تحميلها عفوا وتثبيتها الى جهازكم ليس التثبيت بالضبط ولكن نصخ الى ملف الخطوط في جهازكم اذا اول شي قبل ما قبل ان نبدأ الدرس انصحكم احبابي في الله تقوموا بزيارة موقعنا الرسمي كما تلاحظوا هنا والان موقعنا يعني مكتامل جدا ويضم مجموعة من الدروس وشرحات قد تفيدكم ان شاء الله في تحميل الالعاب والبرامج ويعني الفوتوشوب والويندوز الى غير ذلك اذا الان ندخل في الدرس مباشرة عفوا اذا تنزلون اسفل هذا المقطع ستجدون رابط صغير يعني موضوع كامل زائد رابط تحميل تضغطون على ذلك الرابط بعد خمس دواني تتخطن الان ثم يقولكم الى هذا الموقع مباشرة كما تلاحظون هذا الموقع يعني من خلاله سنقوم بتحميل الخطوط اذا كما تلاحظون هناك مجموعة من الاسماء اسماء الخطوط يعني اسماء لانواع الخطوط مثلا هناك 3D خطوط يعني تلاتي الابعاد هناك مجموعة من خطوط عربية او خطوط اسيوية هناك مثلا خطوط LCD او ايطاليك هناك مثلا غرافيتي كما تلاحظون هنا هناك مجموعة من الخطوط الاخرى وحسب الحروف التي تريدنا طبعا نحن سنقوم بتحميل اي خط من هذه الخطوط وسنقوم بنسخها الى ملف الخطوط الموجود في جهازنا اذا كيف نقوم بذلك اولا نقوم بتسفح الخطوط كما تلاحظون الان بعد ذلك نقوم يعني مثلا نقوم باختيار اي خط معين مثلا نقوم باختيار هذا الخط اذا هذا الخط سنقوم بتحميله كما تلاحظون احبابي في اللاسة تجدون موقع او هناك زر download كما تجدون هنا اذا نقوم بالضغط عليه download كما تلاحظون لا تضغطون على الايقونة الثانية ما تضغطوا على download ضغط صغيرة ضغط واحد فقط نتضيرها قليلا ثم يأتيكم ملف مدغوط لجهاز التحميل بعد ذلك نقوم باختيار مكان التنزيل مثلا احسن مكان هو سطح المكتب نقوم بالضغط على start download كما تلاحظون الملف صغير جدا ولا يحتاج الى الوقت للتحميل ثم تضغطون على close نخرج الى سطح المكتب كما تلاحظون اذا هذا هو الملف المدغوط الذي قمنا بتحميله الان بعد اذا كيف نقوم الان بنسخ الخطوط الى جهازنا او يعني لكي نستعملها في ملفات جهازنا اولا نقوم بفك الدغط على هذا الملف اذا نقوم بفك الدغط مثلا نختار الثالث واليش الثانية قد تظهر الخطوط قد تظهر الخطوط هنا يعني في السطح المكتب اذا نقوم بفك الدغط في ملف معين اذا نضغط على هنا بعد ذلك ننتضي القليلا جدا كما تلاحظون قد تنظرنا فك الدغط يظهر لنا هذا الملف كما تلاحظون الآن نقوم بالضغط عليه أو فتحه عفوا نقوم بفتح هذا الملف كما تلاحظون ظهرت لنا ثلاث ملفات عادة ما تظهر ملفين أو ثلاث ملفات أو خمس ملفات يعني مثلا تظهر صورة إذن كل ما يهمنا في هذا الملف هو هذا الملف هذا كما تلاحظون عليه حرف A ملف أبيض عليها حرف A سأكبر يعني إذن تغير حرفها كما تلاحظون هذا الملف هذا الملف يعني هذه الملفات الروابط نقوم بحاجة فيها نهائيا إذن كل ما يهمنا هو هذا الملف كما تلاحظونه الآن ما تظهر حرف A مثلا أو يظهر يعني عنوان أو لا أدري ماذا يظهر يعني بعد ذلك الآن سنقوم منسخه إلى ملف الخطوط في جهازنا كيف نفعل ذلك؟ نقوم بالدخول إلى يعني إلى مدير الجهاز أو إلى يعني مكان أقرص الصلب نقوم بالدخول إلى disk.c بعد ذلك نقوم بالدغط على windows كما تلاحظون الآن ثم نزل إلى ملف اسمه fontes أو الخطوط بعد ذلك أحبيبي الله نقوم بالدخول إليه سنجد مجموعة كبيرة من الخطوط هنا كما تلاحظون الآن مجموعة كبيرة من الخطوط إذن سنقوم بعمل copy ثم لسق نسخ عفوا ثم لسق نقوم بنسخ هذا الملف نضغط على copy ثم الدخول إلى هذا الملف ثم نضغط على coli إذن سيقوم بالنسخ بدون أي مشاكل وبدون أي يعني أي أي مشاكل قد تواجه لكم في هذا الدرس سهل جدا ويعني ستطبيقه سهل أسهل جدا إذن نقوم بحثف أو إلغاء يعني أو غلق هاتين نافذتين إذن كيف نجرب أن الملف قد تشتغل إذن مثلا نقوم بعمل يعني صورة مثلا جديدة مثلا f نقوم بعمل مدفي عليها إذن تفتح معنا هذه الصفحة إذن نقوم مثلا بكتابة على هذه ثم نجرب الخط مثلا نقوم بكتابة إذن نختار خطوط نقوم ببحثنا للخط مثلا نقوم بتحميل خطوط سابقا كما تلاحظون مثلا هذا الخط إذن سأقوم كما ترون سأقوم بتعديل الخطوط التي قمت بها تحميلها مسابقا مثلا هذا الخط كما تلاحظون ولا ما أظن هذا هو الخط الذي قمنا بتحميله فلنبحث يعني لو وجدنا خط آخر إذن ها هو الخط الذي قمنا بتحميله عفوا كما تلاحظون خط جميع جدا تظهر على جمجم ما هنا وعلى ما أدري هنا كما تلاحظون الخط قد يشتغل إذن نكتب مثلا كما تلاحظون تم كتابة وبيض الخط مثلا نضغط على ثم خروج ثم نفسح الثورة نجدها كما تلاحظون قد اشتغلت يعني بدون أي مشاكل أحبابي في الله أتمنى أن تكونوا قد استفقتتم من هذا الدرس لا تفخلوا علي بمشاركة المقطع أو مشاركة الموقع ولا تنسوا أيضا مشاركة القناة لطبعا لسلكم كل جديد وطبعا لتحفيزنا نلتقي في درس قادم إن شاء الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة